اشتركوا في القناة تطور تقنية لتحكم بالدماغ عن بعد التحكم اللاسلكي بالدماغ قد تحقق ولكن لا داعي للذعر منذ الآن ففي تطور مزلزل رائد نجح علماء من كوريا الجنوبية في ابتكار تكنولوجيا للتحكم عن بعد تمكن من توجيه الدماغ والتلعب باستخدام الحقول المغناطسية يأمل الباحثون أن يساعدنا هذا الاكتشاف على فهم الوظائف الأعلى لأدمغتنا بشكل أفضل مثل الإدراك والعواطف والسلوك الاجتماعي ومزلنا في صحيفة الصباح وإلى زاوية مكتبة محنة الكائن عن داري سمراء الاتباع والنشر والتوزيع صدرت المجموعة القصصية الثالثة للقاص ميثم الخزرجي التي تحمل عنوان متنزه الغائبين تحاول قصص المجموعة تسليط الضوح على محنة الكائن البشري واتداعيات اقترابه في هذا الأوان الذي افتوضحت خصوصيته وانتهكت مقدراته فقد استقرأت بعض القصص المخاضة الذي يتعرض له إزاء الأمراض النفسية كالفصام أو العصاب أو الانكسارات التي دعنا بالفقد وما ينتج عنها من نزوعا ذهني متخبط حيال نفسه أولا والواقع ثانيا وإلى صفحة ريافا منتخب الشباب يتلقى دعوة رسمية لملاقات الصين تجريبية تلقى الاتحاد المركزي لكرة الغدام دعوة من نظيره الصيني لإقامة مبارتين تجريبيتين بين منتخبي البلدين لفئة الشباب أثناء فترة فيذا داية مطلع أيلول المقبل استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا تحت عشرين عاما بينما يخوض ليوث الرافدين بتمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء أبروفة تحضيرية ثانية أمام نظيره البحريني في الملعب سي التابع للمدينة الرياضية في البصرة وإلى أخيرة الصباح جوائز الطف اختتم على قاعة الكوميت الثقافي في ديوان محافظة ميسان مهرجان الطف السينمائي الثاني بفوز فيلم أبناء المستحيل من سوريا بجائزة أفضل فكرة والأطروسة من المغرب أفضل تصوير وإنذراد من السليمانية أفضل سيناريو وحوار وكرار إخراج عدنان أبو تراب من السماوة أفضل تمثيل وشهداء الإيمان والوطن من كربلا أفضل إدارة فنية وتأثيف مكان وزمان وكل كحنان من ميسان أفضل مؤثرات صوتية وجوائز أخرى ضمت اللجنة التحكمية رجاء كاظم وماهر مجيد ومروان البياتي وسعد عبدالله وانتقالتنا إلى صحيفة الزمان وفي صفحتها الرياضية الأولمبياد خليف المشكوك بأهليتها تضمن أول ميدالية للجزائر حققت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف انتصارا كبيرا على المجرية آنا لوتسا هاموري بعد يومين من تراشق اتهامات تخطت المحيط الأطلسي بين منتقدين وصفوها برجل يواجه النساء ومنددين بتصرفات غير أخلاقية طالت أهليتها ضبنت الملاكمة إيمان خليف ميدالية للجزائر بعد بلوغها السبت نصف نهائي وزن 66 كيلوراما في أولمبياد باريس ومن أخيرة الزمان دلافين البوسيفور تشجع الرحلات السياحية مع ظهور أولي زعنفة دلفين فوق مياه ماضيق البوسيفور تسود حماسة بين ركاب رحلة مجانية بالقارب لمشاهدة أحد أجمل المعالم السياحية في اسطنبول سواء كانت تعيش في هذه المياه أو تمر عبرها فقط تشعر الدلافين وخنازير البحر بأنها في مضيق مزدحم يشطر المدينة التركية الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة وانتقالتنا إلى الصحف العربية ومن صحيفة الرأي وفي أخيرتها السعال المزمن حالة ورثية يعد السعال المزمن من بين الأسباب الأكثر شيوعا لطلب الرحاية الطبية وأظهرت دراستان جديدتان بقيادة جامعة أوبسالة في السويد أن هذه الحالة قد تعود لأسباب ورثية ويصبح السعال حالة مزمنة عندما يستمر لمدة ثمانية أسابيع على الأقل أو أكثر وغالبا من دون ارتباط بحالات أخرى وعدم الاستجابة للعلاج ويمكن أن يؤثر السعال المزمن على جودة الحياة عن خفاظ القدرة على العمل ومشاكل في الصوت وإلى صحيفة الأهرام وفي زاوية رياضة إسبانيا تعبر إلى نهاء أولمبيات باريس بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد نجح منتخب إسبانيا في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المغرب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بنصف نهاء أولمبيات باريس 2024 وافتتح سوفيان رحيمي التسجيل لمنتخب المغرب في شبك إسبانيا بالدقيقة السابعة والثلاثين وسجل فيرمان لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والستين وأحرز خوانلو سانشيز هدف منتخب إسبانيا الثاني في شبك المغرب بالدقيقة الخامسة والثمانين اشتركوا في القناة العالمية في صحيفة الأندبانتد علاج جديد لمئات مرضى سرطان الدم في بريطانيا أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن المئات من مرضى سرطان الدم سيتمكنون من الحصول على دواء مهم جدا سيمنحهم المجال للحصول على العلاج في البيت والدواء عبارة عن أول دواء لأقراص تؤخذ في المنزل آتمت الموافقة عليها لعلاج مرضى سرطان الدم ويمكن تقديم الدواء الذي يسمى زانا بروتنيب للمرضى في إنجلترا المصابين بسرطان الغدد اللنفاوية في المنطقة الهامشية الذين لم يستجبوا جيدا للعلاجات السابقة وإلى مواقع إلكترونية سكاي نيوز تعطل منصات تداول إلكتروني أمام ألف المستخدمين كشف موقع داون ديكتور الإلكتروني لتتبع أعطال الإنترنت أن أنظمة عمل منصات للتداول الإلكتروني مثل تشارلز شواب وفيديليتي إنفستمسز توقفت الاثنين أمام ألاف المستخدمين وأظهر الموقع أن خدمة شواب انقطعت عن أكثر من 15300 مستخدم كما تجاوزت بلاغات توقف الخدمة من فيديليتي 3000 بلاغ وإلى روسيا اليوم ونطالع في علوم وتكنولوجيا روسيا ابتكار ألواح شمسية تثبت على النوافذ لتوليد الكهرباء اقترح علماء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة لتطبيق أقطاب كهربائية شفافة مع أكسيد القصدير والإنتيوم على خلايا البيروفيسكايت لرفع كفاءة الخلايا الشمسية وجعلها شفافة هذه الخلايا يمكن تركيبها في نوافذ المباني حيث بالإضافة إلى توليد الكهرباء تسمح بمرور الضوء المرئي ويعتقد الباحثون أن هذه الخاصية ستسمح للمهندسين المعماريين والمصممين بدمج الخلايا الشمسية في النوافذ والواجهات والعناصر الهيكلية الأخرى للمباني بعدة طرق وأخيرا مشاهدين الكرام في اليوم السابع أبل تطرح جهازين قابلين للطي في عام ٢٠٢٣ تعمل شركة أبل على زوج من الأجهزة القابلة للطي بما في ذلك هاتف آيفون قابل للطي يحمل الإسم الرمزي V-68 الذي يتحول عند فتحه إلى آيفون بتصميم وأبعاد طراز آيفون التقليدي أما الجهاز الثاني القابل للطي فهو جهاز آيباد M.A.C يعمل بنظام M.5 مع شاشة داخلية مقاس 20.3 بوصع عند فتحه بالكامل وقال تقرير سابق إن هاتف آيفون الصدفي الذي يطلق عليه اسم آيفون فليب سيتم إصداره في عام ٢٠٢٦ مع توقع إصدار جهاز آيباد M.A.C القابل للطي بعد عام وفقا لموقع فانرينا ختاما مشاهدين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم في أمان الله ورعاية إلى اللقاء